سجون العراق صفحة البؤس الأكثر قتامة في سني ما بعد الاحتلال ومدخل لقصص رعب أشبه بالخيال يرويها من قدر له أن يخرج على قدميه من البدهي أن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد تحت سطوة ميليشيات أيدلوجية لا تؤمن بقانون أو عرف لكن من غير المقبول بنظر الكثيرين السكوت على ما تقترفه تلك الميليشيات بالسجون على الأقل في عالم يدعي سعيه لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن حقوق الإنسان أن يعرف لماذا سجن وتحت أي تهمة وأن تراعى آدميته كحد أدنى وراء القضان وهذا ما لا تجده في العراق الجديد كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أو أعضاء في البرلمان كان آخرهم النائبة هيفاء الأمين التي عبرت عن صدمتها بعد زيارة قصيرة إلى سجن التاجي شمالي بغداد الأمين تحدثت عن تمييز طائفي ضد المعتقلين في سجن التاجي عبر سياسة العزل الطائفي بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية بين المعتقلين نتيجة لنقص الرعاية الصحية والإهمال كثير من المعتقلين أكدت النائبة أنهم يقبعون في السجون دون محاكمة منذ سنين الأمر ذاته الذي تطرق إليه النائب عن حزب الحل ليث الدوليمي بتأكيده أن أكثر من 85% من المعتقلين مظلومون وبينهم من رزح لسنوات طويلة في الزنازين دون محاكمات أو حتى أوامر قبض فضلا عن المعاملة السيئة والإهمال الحكومي الذي تسبب بانتشار الأمراض بين المعتقلين الإهمال الصحي المتعمد جعل بحسب مسؤول في وزارة العدل السجون في العراق بنكا للأمراض الخطيرة والمعدية إذ باتت المعتقلات إحدى أكثر الأماكن التي يتمنى فيها المسجونون الموت على المكوث فيها فسلطات السجن غالبا ما تمنع الكوادر الطبية من الكشف الدوري على المعتقلين بحجة أن كثيرا منهم محكوم بالإعدام وأنهم ميتون في كل الأحوال فلا داعي لمعالجتهم وهذا المنطق الغريب تسبب بوفاة كثير منهم لا تملك وزارة الصحة إحصائيات دقيقة عنهم وهكذا بمنطق الموت في كل الأحوال يعامل السجان معتقليه وبمنطق مشابه تعامل الحكومة الشعب وإن أردت شواهد فالتنقل بين أزقة الموصل مثلا يكفيك ويزدمك